بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم بإذن الله في الحلقة دي عن SMTP Send Connector و SMTP Receive Connector ويعني Accepted Domains تعالوا معنا نعرف هم ايه بعد كده نعرف ازاي اللي قدرنا نعملهم Configuration يعني ايه Send Connector دا بيدليفر الميل to the next hub بمعنى لو انت فكر معايا في الحلقة اللي فاتت ايه عشان الهب او الage يقدر يسند ميل سواء الهب يسند للage الage يسند للهب الهب يسند للانترنت الage يسند للانترنت محتاجين دداع احنا سميناه ايه send connector قال لك هم يبقى ال send connector دا ايه لازمته انه هو يعني بقدر يعمل deliver يبعد الميل للنكست هب الهب التانية ممكن تبقى hub او edge او اي sdp server على الانترنت او that hub could be the internet يعني ممكن لما يجي ابعد mail ابعده للانترنت يبقى انا محتاج send connector الانترنت او could be smart host which is relay server يعني ازاي انا ممكن يبقى عندي ايه send connector smart host يعني انا معدش edge انا ممكن يبقى عندي hub الهب بيبعد على smart host بيعمل filtering ويبعد على ايه على برا يبقى انا محتاج يبقى عندي send connector الهب التانية الهب التانية والهب التانية عباره عن مثلا filtering server او appliance او whatever انا ببعد عليه الميل الميل يتفلتر ويطلع على الانترنت ونفس القصه يستقبل الميل ومن الميل على جوه سواء على الهب التانية that hub could be an edge transport server or other form of anti-spam or anti-virus server يعني ازاي انا اكون hub transport وعايز اسند ميل للانترنت وانا عندي edge transport server في الانفيرومنت بتاعتي يبقى انا محتاج يبقى عندي send connector ان انا اقدر ابعت لمين للـ age والـ age بطبيعة الحال يكون عنده send connector انه يبعت للانترنت او ممكن تبعت لأي anti-spam server او اي او اي او anti-virus server كنت قلت الحتة دي في اخر حلقة قلت ايه ان hub transport servers by default have implicit invisible send connector that allows them to communicate with others based upon the active direct site typology واضحة لي شوية عم مايزة اقول لك انا دوقتي احنا اتفقنا اتفقنا اتفاق منعين transport servers وعشان يسندوا ميل محتاج يبقى عندي smtp send connector وعشان يرسيبوا ميل محتاج يبقى عندهم ايه smtp receive connector طيب لو انا عندي خمس هبات لو انا عندي خمس هبات المفروض ان لو فيه hub سند الهب يبقى كل واحد يبقى عنده ايه send connector يبقى انا محتاج اعمل creation لكم hub لا اسف لكم send connector لخمسة وعشرين send connector بحيث ان الخمسة يعرفوا send البعض كل واحد يطلع منه ايه اربع connector للتالي يبقى انا محتاج خمسة وعشرين send connector مكزوفت قلت لك حاجة حلوة قلت لك طيب بص الهبات داخل ستسند مع بعضها internal لان فيه hidden send connectors معمولة يعني انت بش محتاج تعمل ما بين الهبات بتوعك smtp send connectors لا هي احنا عمل الهالك لكن عمل الهالك hidden يعني انت ايه ما تشوفهاش اوكي يعني انت كل لما تيجي تعمل installation لهب يحصل ايه يحصل ايه يبقى كل الهبات بعرومة مهمة جدا تقدر تسند لبعضها لان فيه hidden او invisible send connector عند كل هب منهم اوكي 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 انت كل هب من مهمة جدا تسند اوكي لكنه و الهب يحصل الى هب تنجد للايج ما بين الهب والايج اوكي واضح اعيد ثاني طيب بس بقول لك ايه اذا كنت تنظر ان اكسرنة سيندو كنكتور على هب ترانسبورت سيرفر اظر هب ترانسبورت سيرفر بمعنى بمعنى قال لك بس انت لو عملت من اي هب يعني سيه مثلا انت ما عندكش ايج فقلت لأ انا مش عايز اعمل ايج وعايز الهب هو اللي يعمل انترنال من راوتنج واكسترنال من راوتنج يبقى هو اللي سيبقى واصل على طول بالانترنت طيب انا عندي خمس هبات اوكي جيت قلت انا عايز ايه اخلي هب واحد فيهم بس هو اللي سيند للانترنت روحت اعمله ايه اكسترنال سيند كونكتور من الهب لميل للانترنت على طول اوكي يعني هو ده اللي يقدر يبقى بس خبالك ان هتلاقي كل الهب ترانسبورت سيرفرز بيروتوا المسجز سروق الهب ده للانترنت كلهم هيعرفوا ان فيه سكة عن طريق الهب ده للانترنت فاي هب منهم يجيلوا المسج وعايز يبعثها للانترنت هي ايه يوديها المين للهب اللي هو وصل على طول بالانترنت اوكي سواء هب او ايدج يبقى محتاج يكون عنده سندو كنتر يعني لو هب حيبعث الهب زيه محتاج يكون عنده سندو كنتر لو هب حيبعث الهب لازم يكون عنده سندو كنتر لو ايدج حيبعث الاسبت بي سيرفر اللي على الانترنت محتاج يكون عنده ايه سندو كنتر فقالك انت ممكن تعمل سندو كنتر للانترنت او لسمارت هوست او الهب تاني او الهب تاني او الانتسبام سيرفر يعني هم انت هتسندله لازم يكون عندك سندو كنتر ليه اتفقنا؟ طيب ايه الجميل بقى ان انا كل الهبات باي ديفولت بتقدر تسند البعضيها من غير لما اقدر اعمل لها سندو كنتر ليه؟ ان بيحصل ان هي باي ديفولت اول لما بيحصل لها كرياشن بيبقى ايه؟ هي لوحدها بتكاريت هيدن سندو كنتر ما بينها وبين بعض وده بيخليها ان هي تعرف تعمل كومينيكيشن مع باقي الهب تانسبورت سيرفرز اللي معاها في نفس ايه؟ الاكشينج انفارمت وانس لو انت عملت لو انت قلت انا مش عايز ايج وعايز ان هب هو يسند اكسرنال وعملت سند من اي هب للانترنت هتلاقي ان كل هبات بيسندوا للانترنت صوروا من الهب تانسبورت سيرفر ده بعينه؟ اوكي؟ ايه بقى فكرة زي ما انت بتقدر تسند للانترنت او لأي هب او لأي ايج يعني كيف ان انا اقدر ابعت الميل صح؟ طيب عشان اقدر اريسيف الميل محتاجى عندي ايه؟ SMTP Receive Connector عشان اقدر ايه؟ استقبل منك الميل يبقى اي ترانسبورت سيرفر سواء هب او ايج عشان يستقبل الميل لازم يكون عنده ايه؟ SMTP Receive Connector اوكي؟ وده اللي انا قلناه من شوية يجي بس يقول لك في ايه انترفيو يقول لك ايه؟ اسألك سؤال انت لو عندك ايج او مثلا لو انت لسه عامل ايج إلستيليشن ولسه ما عملتش خالص اي كوفيجريشن تقدر تستقبل ميل اقول له ايوه؟ ليه؟ ان على الاتج معمول SMTP Receive Connector ان هم يقدر يستقبل من اي Anonymous او من اي untrusted SMTP Server على الانترنت اوكي؟ طب تعالى نعرف برضو يعني ايه؟ Receive Connector اي transport server عشان يستقبل ميل عشان يرسيف ميل لازم يبقى عنده SMTP Receive Connector او اسمي لك ايه؟ ال Receive Connector هندل اي ميل جاي انباوند مين هيستقبله Receive Connector اهو با ديفولت ال Hub Transport Servers بيرسيفوا ميل من بعض يعني هم بيسدوا ميل لبعض ويسيبوا من بعض ايوه لان با ديفولت وانت واحنا بنعمل إلستيشن لل Hub Transport هو بيعمل كريشن ل ايه؟ ل SMTP Receive Connector يقدر يستقبل ميل من اي Hub Transport Server زيه في ال Exchange Environment و ال Age نفس القصه معمول له SMTP Receive Connector انه هو يقدر يستقبل ميل من اي Anonymous SMTP Server او من UnTrust Source من فترد منها او من فترد من قصه او من فترد من الميل حتى يستقبل ايه او فترد من ميل لانك او بالدريسان و من قصه يعني انا ممكن اقوم ميل اقوم بإسم تبيه Receive Connector لكن Custom يبقى ايه؟ اقوم بايعسبة بلا palabra لما ماجه استقبل الميل بإستقبله على كارت نتورك عندي يبقى على buy address وعلى اي فوق يعني انا ممكن اعمل اي اه اقول اه انا هرسيف من السيرفرز الفلانية وهرسيف عندي على اي فوق على الفلاني وهرسيف على الكارت النتورك الفلاني لذا انا كده عملت ايه باصي ميجزيشان بايه رسيف كونكتر اسى ما انا اعيز لكن كенной حصل ايه sowware لكنه با دفولت لديه سبت بي ريسيف كنكتر بي ريسيف من كل الهاب ترانس بورد سيرفرز اللي موجودة في الاكشينج انفارومنت و الاتج برضو بيقدر يريسيف من اي انتراستد سورس عندي في الاكشينج انفارومنت وصل لك ايه؟ ونحندي الترانس بحious شركة ترانس بربيد ر excuse و لا يقدر أعمال �� اذا تريد أن يستخدم يوجد ثبر و ر أشغل على طاقتنا في المنزل على اجراء الترانس بربيد ربائد لا حاجة Those are two things you need to do. Create a sender connector on the Hub Transport Server to send mail to the internet. Adjust permission on the default receive connector to allow anonymous connection. Keep in mind you don't have to go directly to the internet you might have an online hosted protection solution. You might use an in-house solution. تعال نفهم ايه الدنيا عاملة ازاي فشنا انا عاملين الى فترة تعال بقى يتكلم في العملي عامل ازاي بص هو اصده ايه تعال بص معي كده اول قبل ما نخش على العملي بيقولك لو انت ما عندكش ايج وعايز الهوب ان هو يقدر يسند و يرسيف للانترنت ده مش ركومندد لك انت ممكن تعمله يعني ده يفات معك عندك في الشبكة لكن ده نت ركومندد لانك هتعرض الهوب ان هو يسند عطول للانترنت ديركتلي ولفس القصة هيستقبل من الانترنت ديركتلي وده مش سكيور طب لو انت في الحالة دي وما عندكش ايج لازم تعمل ايه لازم تعمل سندو كنكتر من الهوب اليمين للانترنت عطول ديركتلي وانت بايدفولت عندك نسيف كنكتر ده تعمل بس ايه تعدل فيه البرميشن ان هو يستقبل من اي من اي ايه 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 الهوب ترانسبورت السيرفر ده تعال نبص عليه كده هو بس بيعمل اسمه ايه 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 حش بيتم cabeza ايه اتنا عنده اثنين Receive Connector واحد اسمه Default والثاني اسمه Client ايه فكرة من هذه بين كلمة Default وكلمة Client وده معمول ليه وده معمول ليه تعالنا نبص ونشوف نبص معي على الاثنين واحد اسمه Default واسم Server وده Enabled تعالنا نبص عليه الاثنين معينش عم بس دول خاصين بكل Hub Transport سيرفر يعني كل Hub Transport هتلاقي ليه اثنين Send Connector اول واحد اسمه Default XE01 اللي هو Default اسم Server و Client اسم Server تعالنا نبص على الواحد Right Click Properties بيقولك ايه بيقولك ايه بيقولك اسمه Default X01 هو Enabled ولا بش Enabled Modified موقعه انت 제يك فلوكواليفي من ابتاءه ما اسمه X01 .com المكسمم من سيز مكسمم يرسيب هو اسم ليعلك هو اسم رسيف ميز يبقى هو هيرسيب مكسمم سيز طحه كم 10 ميجا اركز معايا فى الحده لو انا عايز ان الهب يرسيف ميسج اكتر من 10 ميجا يبقى لعب فين في الكاونتر ده بتاع الاسم تي بي رسيف كونكتر تعال نروح بقلل ايه للنتورك بيقول لك ايه بيقول لك يوزيس لوكا اي بي ادرس تورسيف ميل هو هيرسيف ميل على اي اي بي ادرس عنده نفترض ان هو هو ده هب تنسبورت سيلفر عليه اكتر من كارت نتورك انا بحددله اقول له ايه انا هيرسيف على ال اي بي الفلاني و هيرسيف على ال بورت الفلاني هو الديفولت بورت اللي هو كام 25 او انا هيرسيف على كل ال اي بي ادرسيس اللي على السيرفر ده لو عندي اكتر من كارت نتورك هيرسيف عليه اوكي الديفولت الديفولت ان هو هو بيرسيف على كل ال اي بي اي بي ال اي بي فيشن فور اللي على ايه الجهاز ده على بورت 25 ولا على اي بي فيشن 6 على 25 ده الديفولت و هيرسيف ميل من اي اسم تي بي رموت سيرفر هيرسيف من كل الناس اللي في العالم هيرسيف ميل من كل الترانسبورت سيرفر والاسم تي بي سيرفر اللي فين اللي في العالم كله اهو اربعة صفار لحد كام 255 ملت الاصددوكيشن عندي اكتر من نوع استدوكيشن اكتر من نوع استدوكيشن مين من حقه يكونكت على هذا الريسيف كونكتور ويبعت ميل الـ Exchange Users الـ Exchange Servers الـ Legacy Servers الـ Partners لا الـ Anonymous لا يعني ركز معي هذا الـ Hub Transport Servers يقدر يريسيف من أي ايشيج يوزر يعني أي ايشيج يوزر عايز يسند ميل وأي ايشيج سيفر معاه سواء Hub سواء Age أو ممكن يعمل منه أي ميل أو أي إيشي سيفر لو في مثلا Hub أو Age 2003 أو 2007 أو 2000 ممكن يقدروا إيه ويقدروا ميل للـ Hub Transport إنما الـ Anonymous لا. الناس المجهولة لا. دي باي دفولت بالشكل. اهم حاجة بيقولك لو الهب ده هو اللي حيسند الميل للانترنت لازم ان هو يقدر يسيف منين لازم اعمل شي بوكس ده عشان يقدر يسيف من اسم تبي سيرفرز في الدنيا كلها. الناس دي بنسباله ايه مجهولة. يبقى سنعلم على ايه. اعمل يوسرز. اوكي؟ يبقى اخد بالك لو الهب ده في وراء ايج. يعني خليها كده. يبقى ايه? اخد بالك الهب ساعتها. سيستقبل مين من اي مين؟ من اي عشان في الشبكة ومن اي عشان معه في الشبكة. ومن اي ادخل معه في الشبكة. لو هذا الهب ده شايف على طول انترنت وانت اعمل له ان ان تقوم على طول ويرسيب من الانترنت يبقى عشان يقدر يرسيب من اي smtp server على الانترنت لازم اعلم على ايه arms users دي معناه ان هو يقدر يرسيب اي ميل من اي untrusted source او من اي arms smtp server مهم جدا جدا المعلومة دي اقول له اوكي اتفقنا يبقى انا بالنسبالي مهم جدا ايه كلمة الكلين دي طبعا ممكن اعمل لها disable ممكن اعمل لها remove ابص على الهيه properties ممكن ابص على الهيه الهيلب عشان اعرف اي معلومة غيبة عني ايه فكرة الكلين دي طب الديفولت ده الراجل ده هيسمى من مين من اي exchange servers ومن اي legacy exchange servers الكلين ده معمولة لمين معمولة للناس اللي احنا بنسميهم ساعات سورة يعني متخلفين اللي هم مين clients البوب 3 والايمام لزي ما احنا قلنا في حلقة سابقة ان دول receive protocol لكن لما بيهوا يسندوا ما بيعفوش يسندوا بيسندوا سروق ايه اسم tp protocol فالهوب برضو هيستقبل منهم الايه الميلز بتاعتهم على ايه على receive connector ده تعال نبص عليه properties نفس الكلام الكلينتور اسمه ايه name it or لا modify it امتا login لا اسمه full call domain name كذا هو بيسامل حجمه اقد كذا network بيستقبل على ايه بقى خد بالك الفرق بين default اجيبها شوية default ده و client ان default بيستقبل على default protocol اللي هو cam الاسم tp protocol اللي هو 25 لكن الكلينتور ده معمول ان هو يستقبل ميل على cam على بورت 587 ده ان هو يقدر يستقبل ميل من مين من relay clients زي مين البوبس ري والايماب يبقى ده معناها ان عشان اكون فيجر عندي البوبس ري والايماب هعمل ايه هعمل لهم هعمل لهم الاول configuration على ايه الريسيف كيكتر بتاعهم او لما اجي اعمل اي واحد فيهم configuration هعمل ايه هاجي على الاوتلوك لانا عايز اعمل له configuration سواء بوبس ري او ايماب هقول له انت هتريسيف الميل على بورت 110 بتاع البوبس ري او على 140 بتاع ايماب لكن انت هتسند على مين على الهب على بورت كام بش 25 587 دي معنانا ايه ان الريلي client اللي هو البوبس ري والايماب هايسنده المين هايسنده للهب ديركلي على بورت 587 اوكي خبا الوستيكيشن برضو سيكيور وبايزيك وانتيجريتد وانسان اللي ما البرميشن هو هيستقبل من على مين من مين من الانونميس يوزرز والإكشينج يوزرز فقط لغير يبقى الكلين دي يبقى الكلين ده اللي هو معمول ده خاص مين خاص باتنين بس باتنين نوعين هايسنده هايسنده بيقدر يستقبل منهم ميلز على البورت اللي هو خمسمائة سمعة وتمانين وانه عين دول البوب سري والإيماب فور وباي ديفولت هو بيقدر يريسيف على الكلين ده ليه انه هو مين يقدر يواجد عليه الإكشينج يوزر اللي هما البوب سري والإيماب والانانوميس يوزر اللي هما بيسنده ايه من بره اوكي يبقى باي ديفولت انا عندي اثنين ريسيف كينكترز على كل هب واحد بسعب من الاكشينج سيرفرز زميله او من ال ايج سيرفرز اللي معاه نفس الانفيرومنت اوكي والثاني من اي 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 ماب لكن في حالة ان انا هارسيف من الانترنت انا كهب هارسيف من الانترنت لازم اعمل ايه اعلم على الانانوميس يوزر دي معنى ان اي اي SMTP سيرفر على الانترنت ممكن يكونكت علي ويبعاد الاميل وانا ارسيفه على الديفولت SMTP رسيف نحط اعود الهب عن مستوى الهب ترنسبورت الهب ترنسبورت عبار المستوى الهب ترنسبورت هنا او انا ظهر مملك من ان يجب ترنسبورت يقول لك الـSend Connectors تبقى فين؟ تبقى فوق على مستوى الـ Hub Transport على مستوى الـ Organization Configuration لماذا؟ عشان هنا عندما يعمل الـ Send Connector كل الـ Hubات اللي في الـ Organization كلها هيحسوا بالـ Send Connector أسألك سؤال مهم جدا أنا قلتها أنا بس بعيدة عشان يعرف أنت إيه مستحصا معي أو لا لماذا لا يوجد الـ Default Send Connector معمولة مثل الـ Receive لماذا؟ أقول لك أنا لماذا؟ إن بـ Default فيه Hidden أو Invisible Send Connector معمولة لكل الـ Hub Transport اللي عندي في الـ Exchange Environment يعني كل الـ Hub Transport بيقدروا يسندوا البعض لماذا؟ إن فيه SMTP Send Connector مخفية ليس بين أوكي؟ نعمل لها إيه؟ configuration بين كل الـ Hub Transport سيرفرز بينها وبين بعض أوكي؟ يبقى إيه؟ في عندي Hidden SMTP Send Connector ما بين الـ Hub Transport سيرفرز وبعضيها انتفقنا؟ طيب دعاً لو أنا أريد أن أضع Mail لإنترنت يعني أنا لو أنا ما عنديش و أنا أريد أن أكون فيجر الـ Hub أنه يعمل إيه؟ أنه يبقى إيه؟ إنه يبقى إيه؟ أنه يبقى إيه؟ أنه يبقى إيه؟ إيه؟ وتعمل العمل معي لو انا ما عنديش ايج ركز معي وعندي hub والهب هيريسيف وحيسند ديريكلي للانترنت يبقى اول حاجة اعملها حاجة على الهب ترانسبورت على مستوى السفر كوفيريشن وحاجة على الهب بتاعي واجه على الديفولت اقول له ايه انت هتريسيف ميلز من مين من الانانميس يوزر ده في حالة ان انا ما عنديش اكتشينج اسف ايج ترانسبورت اقول له اوكي ماشي طيب هروح على مستوى الهب ترانسبورت سريفر هعمل نيو سند كونكتر او اجي هنا كده اقول له ايه عايز اعمل ايه نيو سند كونكتر اقول لك اهو دي ويزرد هتديك صلاحيه انك تقدر تعمل نيو سند كونكتر اول ان عايز اعمل ايه سند كونكتر انت 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 عايز تعمل ليه السند كونكتر ده كاستم عشان حاجة كاستمايزد ولا عشان تبعط حاجة انترنالي لهب عندك جوه او لأي حد عندك جوه يتساب منك ولا عايز تبعطه للانترنت ولا عايز للبارتنر لو انت لك ايه شريك وعايز تبعطه يبقى بينك وبينه سند كونكتر معين لا انا عايز لمين للانترنت او بص بيقول لك ايه تعال برده نشوف بيقول لك الانترنت سند كونكتر are used من غير السند كونكتر ده مش هقدر ابعت ميل لانترنت خبالك this connector will be configured to use dns يعني عن طريق السند كونكتر ده انا هقدر ابعت ميل لبرا لبرا الريال dns وقدر ابعت ميل لأي smtp server على الانترنت بيقول لك ايه address space specify the address space to which this connector will route mail انت عايز ترود ميل على ايه انت عايز ترود ميل على ايه بالظبط انا عايز ارود ميل على ايه الdomain اسمه ايه yahoo.com او عايز ابعت ميل الdomain اسمه mansof.com او عايز ابعت ميل ال asterix يعني ايه ايه لكل الناس اللي عندي لكل الناس في الدنيا يبقى لو انت عايز تعمل سندوكتر للانترنت يجب ان يبدأ يكون ايه asterix ليه ايه all space all address space لكل الناس اللي ايه اللي على الانترنت اقول له اوكي اقول له next انت لما هتيجي تبعد للانترنت هتستخدم dinis بتاعك ان هم هيبص على ال mx records بتاعت ال smtp servers انت عايز تبعد لها ولا انت هتفارورد الميل على smart host اذا ايه اللي هيبطعه ايه سمارت هوست افترض هو 2020 او اسمه الفوليك ويفاقدوا مني اعيد ثاني ايهو السمارت هوست ده انا ببعت عليه الميل هو بيفلتره باكدة يبعته للا ايه انترنت يعني level of security او filtering server لك انا سستخدم ايه ال dns اللي انا هطلع على الانترنت وهسأل الريالDNS على.. يعني مثل في وقت ايه.. لو الهوب ده معا ميل طالع ليهيه هيعمل ايه؟ الهوب ده حيطلع على الانترنت وهيسأل مين الريالDNS حلو بعد اذنك انا عايز الامكس ريكورد تعمين يهددكم يقول له ايوه اتفضل هو ده مكس ريكورد اللي هو بيحدد لك مين الياهو اسم تبيه سيرفر اتبعث له عشان تقدر تعمله ايه تروت الميل عليه اوكي نكست بيقولك مين اللي هيبعد اهو مين السورسيرفر اللي هو هيبعد للانترنت هو باي ديفولت علم على مين علم على اي اكس زيرو واحد اقول له نكست ده السامري اللي انا عملته اقول له نيو طبعا كل حاجة هو بيقلبها exchange management shell اقول له نيو داش send connector النام ايه ال usage انت عايزها الانترنت هيبعد على مين على اتريكس و هيروت على ال dns اوكي و مين السورسي اي اكس زيرو واحد انا كده ادلت اعمل configuration تعال نبص عليها كده حبالك اهو سيبعد ميل max size 10 ميجا سيبعد من السورس لكل smtp spaces اللي في العالم سيبعد سيرفر 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 اوكي والهب ده هو اللي اللي هيسند ميلز اكسترنالي سروق الانترنت يبقى اعيد تاني معلش بعد اذنك انا عايز افهمك اقولك لو انت في حال ان ان ما عندكش edge transport silver يبقى الهب هو اللي هيكون مسئول ان هو يروت الميل انترنالي واكسترنالي هو با ديفولت بقدر يبعد ميلز انترنالي لبعض يعني كل الهبات بتقدر تسند ميلز لبعض با ديفولت في ادفولت كل سيرفر عنده اثنين واحد بيستقبل من مين من زميله والتاني من ايه اللي هي ايه اللي هي ايه ريليي كلاينتز زي مين البوب سري وال ايه ايمام با ديفولت بيستقبل على كم على بورت خمسة وعشرين في الديفولت وعلى خمسمائة سابع اتابنين في الريسيف كلاينت اوكي طيب لو انا ثم فاسيج على عطول انترنت زي الحالة اللي انا فيها الوقتي هاجي على الديفولت SMTP Receive Collector ده اقول له properties اجي على permission group وعلم على ايه anonymous user دي بتسمح لي ان اي اكتشينج سيرفر بره في الدنيا يقدر يكون يكتب علي ويبعث لي ميل عشان كده ايه ده anonymous user طب لو الدنيا مش كده معمولة كده يبقى ايه ده unchecked يبقى معنى انا مش هقدر استقبل اي ميل من ايه انترنت خلص اوكي يبقى لازم اعلم على ايه anonymous user واقول له اوكي اتفقنا طيب رحنا هو كده هيقدر يستقبل ميل لكن هيسند يبقى لازم اعمل ايه اروح للهب transport server على مستوى الorganization configuration بحيث ان كل الهبات يعرفوا ان في ايه سند قريكتور المعمول اللي ايه انترنت باجي اعمل ايه سند قريكتور اللي ايه انترنت واجي اعمل له ايه configuration اقول maximum match size كذا اللي هو يقدر يبعتها بره وهيبعت لمين بره لهل لكل الناس ولا لدوينز معينة هيبعت على على real DNS ويطلع يسأل هو ولا هيبعت على واحد وسيط ومين اللي ايه اللي هيدر يبعت اني هاب ترانسبورت عندي موجود او اني ايج موجود عندي وقول له اوكي تعالى نروح بقى للسلايدز ونبص اللي احنا عملناه وايه اللي موجود في السلايدز رجعنا تاني للسلايد دي بيقول لك ايه اهو اوه انك تخلي الهاب ترانسبورت هو اللي فسك عطول الانترنت لا يفضل يبع عندك ايج ترانسبورت سيرفر هو ده اللي هو ايه اول واحد واقع في بره على الباب هو او الفرونت ليفل اللي هو ايه في بره لكن اوه اوه لو انت حابب انك تخلي الهاب ده هو اللي يقدر يسند للانترنت ويرسيف منها يبقى تعمل ايه تعمل حاجتين اهو اوه ده اللي احنا عملناهم اوه اوه انك تقدر تستمع من مين من اوه اوه الاتنين دول لازم تعملهم عشان يقدر الهاب يرسيف من من الانترنت ويقدر يسند الانترنت اوكي تعالى مع ايه بصد كده على الاسناء الجاية بقول لك هون ميل فلو ثرو اهب ترانسبورد سيريفر ده الهب ده الانترنت ويقول لك ايه انت دارت هتكونفجر استريكس سيندو كنكتور يعني لازم تعمل حاجة مهمة جدا لازم تضبط السيندو كنكتور انه يبعد الاستريكس لاي سيرفر على الانترنت وتضبط الانانميس برميشن على مين رسيف كنكتور وده انا بالفعل عملناه او تكونفجر انه يبعد على مين على سمارت هوست او على ابلاينس يبقى بدل ما هو يطلع على الانترنت ويسأل سروق الدينس على الام اكس ريكورد بتاع الناس اللي هو ما عايز يطلع لها عندي ثاني اوكشن انا ممكن اعمل ايه ابعد لكل الناس لكن لما اسند اسند على ايه على واحد وسيط زي الرجل ده اللي هو ايه الاسمارت هوست هو الرجل ده اللي هيستقبل مني الميل وده مثلا عليه مثلا فلترينج هو يبعد العطون على مين ايه انترنت اوه 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 سلوشن اوه 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 سأبعد لكل الـ Domains اللي في العالم و سأطلع سروق DNS أو طبعا لو عندي Appliance أو عندي أي Smart Host سأضعه الـ IP أو الـ Full-Equivified Domain بتاع مين الـ Smart Host سأقول له مين الـ Hub Transport Server أو مين الـ Edge اللي هو سيبعد على مين على الـ Internet رحنا أيضا للـ Hub Receive Connectors لدي لكل الـ Hub Transport Server عندي اثنين Connectors واحد Client و واحد Default هذا Default اللي هو يستقبل من أي Exchange Server معه في نفس الـ environment لكن لا يستطيع أنه يستقبل من أي SDP برا يجب أن أعلم على Anonymous Connection حسنا 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 إنما هذا Client هذا معمول أنه يستطيع أن يسمى مين من أي POP3 أو من أي I-Map user حسنا وعملنا نقوم بإمكانك موضحة لك إذا كان يستطيع أن يستطيع أن يستطيع الوحيد من تريد مين من أخرى مهم جدا جدا لو أنت لست عمل هذا الموضحة فهذه الـ Hub سيستطيع أن يستطيع الوحيد من أي مين من أي حتى حالس أنا أحصلتها أكثر من مرة حسنا حسنا نذهب معنا للمعلومات آخر عندي أسماء Accept Domains ايه هي يعني اكسف دومين هي اكسف دومين هي اكسف دومين اسم تي بي نيم سبيس ذات اكشينج او ارغنشان كانت سند او رسيف ميل فور يعني ركز معي بقى في حتة الجاية تي مهم جدا ايه هو الاكسف دومين الاكسف دومين اللي انا بسند ورسيف ميلز لي يعني مثلا لو انا مثلا عندي اكشينج بسابورت دومين نيم للشرف دوت كوم يبقى انا بالنسبالي شرف دوت كوم ده هو ده اللي انا هسند و هرسيف ميلز ليه هو للدومين ده فلازم يبقى الدومين نيم ده بالنسبالي اكسف دومين لازم يبقى الدومين نيم ده بالنسبالي اكسف الدومين لانا هاكسف ميلز ليه و هسند ميلز خاصة بيه يبقى تاني الاكسف دومين temind is an accept pane space هو اسم الاكسف الاسف تنتج و انترنل ريلي اكسبت دومين او اكسترنل ريلي اكسبت دومين عايزين نعرف كل واحد فيهم على حدة اهم واحد فيهم هو الاصراتيات الدومين يعني ايه اصراتيات الدومين انا اعتبارني اكشينج باسابورت دومين نيم اسمه شرف دوت كوم هيبقى شرف دوت كوم ده بالنسبة لي ايه هو بمعنى اي ميل جاي للشرف.com مين هيستقبله انا هستقبله صح عشان انا بنسبالي الدومين ده انا ممكن يعني استقبل لميل واي حد من عندي جوا هايسند سروق مين اي حد قات شرف.com يبقى انا هرسيف و هسند ميل لمين للاكسبت الدومين فقط لغير لكن مايبقاش انا باسابورت شرف.com ويجي لي ميل يقول لي ايه ده ميل جاي لك من مين من جاي لحمد آت فودافون يا عم انا باسابورت شرف.com ويقول لي خد 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 انت فودافون لا يا عم لا انا باسابورت شرف.com فاخد بالك مين هما الاكسيت دومينز اللي انا بستقبل و بسند ليهم آسف مين الاكسيت دومينز اللي انا بسند منهم و بستقبل ليهم انت تعالي بس معايا كده تعالي روح للإكتشينج خبالك انا في دومين اسمه شرف.com فمي دفولت لقيت ان كل الهبات عندها حاجة اسمها اكسيت دومين مين الدومين اللي هو بنسبة لي اكسيبتد هو مين شرف.com مين الدومين اوكي هو اوكي 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 خبالك لو انت عندك الدومين بتاعك اسمه مثلا شرف.local و خبالك و انت شاري دومين برا اسمه شرف.com او بلاش تعالي ناخد ايه مثال ثاني خالص نفترض عندنا ان الدومين بتاعنا اسمه دومين.local دومين دوت لوكل او تست دوت لوكل طبعا محدش على الانترنت يا رحاجة اسمها دوت لوكل يا اما كوم يا اما ايو يا اما جف يا اما الكلام ده احنا ايه؟ عارفينه طيب انا هشتري دوميني اسمه تست دوت كوم تست دوت كوم لازم الاكشيج بتاعي يبقى تست دوت كوم ده بالنسبة له نقل اكسبت الدومين هعمل ايه ساعتها ها يقولي هنه كده هلاقي با دفولت ان تست دوت لوكل ده بنسبة له ايه؟ اكسبت الدومين ونوعه ايه؟ اصيبت الدومين ونوعه ايه؟ اصيبت الدومين لانا عايز اصيبت اصيبت تست دوت كوم واجه هنا كده قوله انا عايز اعمل ايه؟ نيو اكسبت دومين اهو اسمه ايه؟ تست بص لك ايه؟ اصيبت دومين اصيبت دومين اصيبت دومين اللي عندك هو اللي انت بتعامل بيه على الاترنت يبقى لازم تحط الدومين ده في الاكسيبتد دومينز يعني انا جوه بتعامل بتست دوت لوكال لك انا شاري دومين اسمه ايه تست دوت كوم يبقى لازم اجي اعمل ايه اعمل نيو اكسيبتد دومين لازم اعمل ايه نيو اكسيبتد دومين ليه انا اعمل بس رموف طيب هازم اعرف انواع ال اكسيبتد دومينز تعال كده اعمل اكليك نيو اكسيبتد دومين وتعرف على الايه انواع عندي ثلاث اروع امه يائمه اساروديد دومين امه اكسا 돌لاي دومين انا مثلا اجتاد الدومين اسمه اام مثلا دومين اسمه ايه ايهددد vista دوت كوم بيسألك اهو أفتر ايه اكسيبتد دوميني نا ماكسوفت اكشانج اكسبت ايميل فور اس دومين بعد لما الاكشانج يستقبل الميلز اللي جاية اللي هي اد دومين دوت كوم ات كان هاندل زا ايميل ان سيفرال ويز ممكن يهاندل الميلز دي في اكتر من طريقة هل الدومين ده استراتيه في دومين يعني اي استراتيه في دومين بص الدنيا سهلة جدا نفترض انت شاري دومين نيم حلو اسمه دومين دوت كوم حلو طيب الدومين ده اي ايميل هيجي لك من بره هيجي لك اد دومين دوت كوم هيجي لمن؟ هيجي لريسيبيانت عندك جوه في الاكشانج بتاعك اصبح ان الدومين ده ايه؟ اصبحت دومين يعني انت عندك اكشانج جوه اوكي هو هيستقبل اي ميلز جاية لاي حد اد دومين دوت كوم يبقى دومين دوت كوم ده بنسبالي اصبحت الدومين انا هستقبل الميلز اللي هي اد دومين دوت كوم عشان ابعتها لريسيبيانت عندك جوه في الاكشانج بتاعتي بتاعدي طب اي فكرة انترنال ريلي دومين؟ بس ولو لك ايميل ان تتحرك المشروع في هذه المالات نزول الوحيدة أو ريليط لأني من المالات لنزول المالات عن المالات استخدام هذه المالات إذا دماغت المالات نزول تتخلّد من المالات يعني إيّ؟ خطبرت إن كلمة ريليط يعني إيّ؟ ريليط أبعز المالات بريليط بفاروعد المالات سواء إنترنالي أو إكسترنالي مش فاهم دي مش فاهم دي يعني إنترنال ريلي دومين نفترض نفترض لان مثلا إيه آآ عامل آآ إنتيجريشن مع فورس تانية أو بترست فورس تانية والفورس التانية دي عندها إكتشينج سيرفر فهم عايزيني أنا أستقبل الميل اللي جاي بتاحهم وابعتوا عليهم يعني أنا بش هبعت الميل بص معايا بش هبعت الميل للناس عندي لأ أنا هستقبل بس أنا كإكتشينج أنا هستقبل بس الميل وابعتوا على هب ترانسبورت في إكتشينج أورجانيشن تانية أنا مش دعو بيها أنا بس إيه بطرستها يبقى أنا بس بخدم عليهم تاني تاني كلمة إنترنال ريلي دومين أنا كإكتشينج بستقبل الميل بستقبل الميل لكن مش عشان أبعتوا لرسيبيات عندي في الإكتشينج بتاعي لا أنا هستقبل الميل عشان أبعتوا لأيميل سيرفر أو الهب ترانسبورت في إكتشينج أورجانيشن أنا بطرستها لكن مش عندي بش تابعي بش تابعي ماذا؟ يبقى بس بقى لك إيه؟ يقول سيسترنال إذا دومين إشارد باي إكتشينج أورجانيشن أو مع أي إيه؟ ميسج سيسترنال تاني طيب إيه فكرت الإكتشينج ريلي دومين؟ قال لك إيميل إز ريليت تو إيميل سيرفر أو سيرفر إيكتشينج أورجانيشن ميلز للدومين ده عشان أبعتها أورجان إيه؟ الإكتشينج بتاعي أنا بس جس كبري أنا باخد الميلز وفي الأغلب الإيس بيز هي ابتبقى إيه؟ الإكتشينج ريلي دومين بيستقبل ميلز عشان يرجع يبعتها بره تاني أوكي؟ يبقى عندي ثلاث أنواع من الأكسبت الدومينز يبقى أنا بستقبل ميلز للدومين ده عشان أبعتها لريسيبيان عندي جوه الإكتشينج أورجانيزيشن بتاعتي الإنترنال والإكتشينج أنا بخدم ناس تانية يعني إيه بخدم ناس تانية؟ بخدم شركات تانية بمعنى أنا بستقبل لو أنا عامل على الإنترنال ريلي دومين أنا بستقبل الميل الخاص بالدومين ده عشان أبعته لهاب ترانسبورت في إكتشينج أورجانيزيشن تانية أنا بترستها إنما الإنترنال أنا بستقبل الميلز اللي جاية هي اللي جاية آدومين دوت كوم عشان أرجع أعمل لها فورورد على إكتشينج سيرفرز في إيه؟ أورجانيزيشن بره خالص أنا معرفاش أنا جاست بس كبري ناس بيعادوا من خلالي وديه في الأغلب بيبقى مين الإيس بيز فقط لغير أوكي؟ طبعا أغلب تعملات بيبقى إيه؟ authoritative domain وأقول له new هو طبعا ترجمها إيه؟ management shell new accept domain name A كزا domain name A كزا domain type authoritative أقول له إيه؟ تعالى نروح بقى للسلايد ونبص عليها أو يعني accept domain is an SMTP name space that the exchange organization can send or receive email for عندي 3 types من accept domains يما authoritative يما internal relay أو external relay تعالى الأول واحد ده هو إيه؟ authoritative domain بصول لك إيه؟ is one where a mail is handled for the recipient within the domain يعني أنا كـ exchange أو أنا كـ hub أنا هستقبل ميلز الخاصة بالـ domain ده عشان أبعثها لـ recipient عندي جوه في الـ exchange أو you can have more than one SMTP name space and mailboxes can be hosted on exchange silver with different SMTP addresses طب ديه معناه هي بص معايا تلكز معايا كده كويس او في شركات يعني مثلا فيه مثلا C مثلا شركة بتسببورت أكتر من منتج يعني مثلا نفترض أنا شركة شركة مثلا عالمية ببيع مثلا إيه؟ منتجين مثلا برسيل وأريال الشركة اسمها xx الشركة اسمها إيه؟ xx فهتعمل domain اسمه xx.local ماشي؟ اسمها إيه؟ xx.local هتكريت كل اليوزرز اللي عندها في الشركتين كلهم قد ايه؟ xx.local يبقى xx.local ده بنسبالي هو الايه؟ Accepted Domains بنسبالي هو ايه؟ الاكسيبتد ايه؟ domain لكن ده مش معروف بره على الايه؟ انترنت أوكي؟ مش معروف بره على الايه؟ انترنت طب أعمل ايه ساعتها؟ أنا هرجع تاني لل exchange يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هشتري اتنين domain name واحد اسمه arial arial.com وده بنسبالي اخد بالك اخد بالك اصدرته في domain اقول له new يبقى انا هستقبل ميل لاي حد قاد arial.com و هستقبل ميل لاي حد قاد ايه؟ arial 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 و هبقى ايه؟ رسيبت عندي جوه اسمه احمد arial.com و هستقبل ميلز arial 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 و هستقبل ميل خاصة بمين؟ بايه؟ برسيل و احنا كنا ايه؟ اكمل على كل الكلام ده قبل كده في حلقات سابقة اوكي؟ اوكي؟ انا ممكن اهوست اكتر من name space واللي تم بالنسبة لي accepted domain بزائد ال name space الاصلي انا اعمل به اوكي؟ طيب يبقى اول نوع هو authoritative domain تاني نوع arial domain سواء internally او externally او بصيلك ايه؟ arial domains come into two flavors لي نكيتين اما internally اما externally the difference relates to how far the mail goes before being relayed يعني الاختلاف بتحدد ايه؟ الميل قبل ما يحصل له relay هيحصل له ايه؟ هيخش ازاي عندي؟ اذنه في التارسلول الناس واختبالك يبقى ال difference او بقى لك ايه؟ relates to how far the mail goes before being relayed يعني الميل حيروح ازاي قبل ما يحصل له ايه؟ relay ماشي؟ اذنه في تارسلول الناس توقعت Virgo decline from age to age هل هو بأنا لو انا بستقبله اوكي لو انا كاكاكاكاس بستقبله وبعثو جوه لهب شركة تانية يبعي كده إيه انترنال ريليissez لما لو أنا ايدي بستقبله وابعته النفيجب بره يبدأ كده باكلم في إيه اكسترنال ماشي اهو ولي برسن سنز ان 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 اميل ذات is by name space suppose to come to your exchange server if the email is not for an internal mailbox يعني لو قبالك لو في حد من بره بيبعث لك ميل والميل ده مش هيتبعد للريسيبي انت عندك قوة لكن بالنسبة لك ال domain اسموه ده اكسبت domain يبقى انت قصدك نوع ايه هو هيشكفر ايه relay domain للايه للميل ده يبقى ثاني معنش مش وفخ شوية انا جيت قلت ايه انا اه بالنسبة لي test.com ده ده اكسبت ال domain نوعه ايه نوعه relayed نوعه يا اما انترنال اما ايه اكسرنال relayed بيقولك ايه لو في اي برسن اي شخص بيسند ميل حلو؟ ليه الاسم ده ليه الاسم ده لي test.com ده وسببوصده نوعه حيكي لمين الى exchange server بتاعك لو ما كانش مبعود الانترنال ميل بوكس عنده ده 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 ايه بيش ايه دومين يبقى ها هيشك اذا كان ده ايه relayed دومين سواء انترنال او external relay طب تعالي نبص ادي ايه بص خد بالك ادي اكسبت ايه دومين اللي نوع ايه استراتي ايه خد بالك ان الميل جاي منين معنى الانترنت حيكي المين للايج الاليدج حيبعته للهب بالنسبة ده انا هستقبله عشان ابعته الهب الهب يبعته لميل بوكس سيرفر عندي جوه لايه ميل بوكس عندي جوه والنين ده بنسبالي انا كايدش هستقبله هستقبله هبعته الهب بتاعي الهب بتاعي هيبعته الهب تاني في اكشينج شيئ Им كايدش هستقبلها استقبل القاضي في standard انا مت للدومين ن그램ي هذه الترى ايج كايدش غريبها انا ستقبل الهب اه عن طريق هذا الهب من بره بره على طول سيستناني سيبعته عنده للهوب سيبعته للهوب شركة تانية او بره في العالم على اي sptp سيرفر تاني اسمه external relay احنا فهمنا الفرق بين السلطات domain internal relay external relay تاني بس معيش نعيد تاني لما يكون accept domain يبقى انا كage هستقبل الميل من الدومين او للدومين عشان ابعته للهوب عندي الهوب يبعته للميل بوكس سيرفر اللي عليه الميل بوكس اللي انا عايز ابعته يبقى انا بستقبل ميلز للدومين ده عشان ابعتها للايه ريسيفيات عندي internal relay الانترنل ريلي انا بترست اكتشينج ارجانيشن تانية انا بترستها فانا عامل ايه؟ انا هستقبل الميل الخاصة بالدومين ده الage هستقبلها يبعتها للهوب ترانسبورت الهوب ترانسبورت بتاعي هيبعتها للهوب ترانسبورت سيرفر اللي في الاختشينج التاني اللي انا ايه بترسته ده اسمه الانترنل ريلي انما الاكتشينج انا كage هستقبل الميل للدومين ده لكن مش هدخله جوه عندي لا انا من بره بره انا كايس بي او انا كاي شركة انا بابع انا كبري اهو هستقبل الميل عشان يبعته الage او اسم تي بي سيرفر بره في العالم انا مليش دعوه بي اوكي؟ طيب ودي اللي سيب بتاعت ايه؟ ال new accept domains بكتب الاسم ال friend lane بتاعه بكتب الدومين نفسه واقول اما نوع او internal relay او external relay يبقى عندي كم نوع three types او internal relay او external relay او external relay طيب DNS configuration نحن نروح الى حاجة تانية مهمة جدا 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 طبعا في business لازم انا اعملها قبل ما اصلا افكر اعمل exchange server او اصلا قبل ما انا افكر اعمل ايهاجة نمره واحد لازم اشتري domain name لازم اشتري domain name انا مثلا اريد اعمل اعمل exchange support domain اسمه sharaf.com يبقى لازم اول حاجة اشتري domain name اسمه sharaf.com وادفع عليه فلوس نمره اتنين لازم عند الراجل انا شارع عنده domain name ده اقول له بعد اذنك اعمل لي record اسمه mail او web mail او اي حاجة او اي record بشاو على مين على domain name ده يعني اقول له ايه mail.sharaf.com ده record سيرمي على ip سواء على ايزة او على او على اي سمارت هوست وتفر مين انا هستقبل عليه الميلز الجاي اقول له بعد اذنك كاريت لي mx record معناها ايه ان record ده ده بنسبالي mx mail exchanger يعني لو حد في العالم عايز يبعث لي من هيعرف من domain name بتاعي ان انا عندي mx record هو ده اللي ايه اللي هو بيشابر على exchange بتاعي اللي على الانترنت تاني او يبقى انا لما اجي اعمل exchange قبلها خالص افكر اول حاجة انا ايه اشتري domain name فانا اشتري domain اسمه ايه sharaf.com بعد لما اشتري domain name ده الاسمه sharaf.com اعمل ايه لو انا معايا control balance و انا اكارية a record و mx record حلو ده شيء جميل انا ايه اكارية الهاجة دي بنفسي لو انا ما عنديش اخاطب مين ال ISP اللي انا اشتريت من خلاله ايه domain name اسمه ايه sharaf.com او whatever ايه حاجة اقوله بعد اذنك اعمل لي اثنين record a record و mx record a record ده الهو mail اسم domain التشاري بيشاور على مين بيشاور على الريال ip اللي انت عندك في الشركة هستقبل عليه الميلز يبقى انت هتقوله بعد اذنك اعمل لي a record اسمه كذا mail او web mail او email او whatever الاسم و هتديله الريال ip اللي انت بيستقبل عليه الميلز اللي جايه سواء الريال ده محطوط على iso server او على tmg او على firewall او على smart host و هتبر محطوط علي وتقوله بعد اذنك كانت لي mx record لي ايه ال domain ده اوكي ال mx record ده اللي هو ايه بيوضح ان انت عندك exchange server وهو اسمه كذا والقيب بتاعه كذا يبقى يبقى ثاني او المx record must be created for any domain you wish to receive emails يبقى اي email انت عايز تريسيف منه يبقى لازم اول حاجة تشتري domain name وتكرية لي mx record على dgnis بتاعه اوكي ماشي ماشي نمرا اثنين your transport servers should be prepared to accept emails on that domain بعد لما اشتري الدومين ده و اتكرت عليه ال a record ده وال mx record تحطه عندك في accept domain ماشي وتخلي نوع ايه authoritative domain عشان انت هتستقبل emails لل domain ده وتبعته لريسيبيات عندك جوا في ايه في exchange بتاعك اوكي ماشي ماشي but if you if you had another company that accepted emails on your exchange server you would need to a to have the record as well يعني ممكن انا مسلا فاكر احنا احنا قولنا ايه قولنا احنا ممكن ايه هن support اكتر من منتج احنا قسمنا arial.com و bercerl.com اللي تندقل ايه domain names والان 2 بنسبة ل ايه Leave alternative domain يبقى لازم انا اشتري domain اسمه ايه arial.com واعمله mx record وا اشتري domain اسمه ايه bercerl.com واعمله mx record والاتنين بيرموا على ria i b1 انا بس تقبلوا نفس الريل اي بي والذين يجب عليهم ايه اكسبت الدومين عندي والذين ببنوعه ايه اكسبت الدومين اتفعنا طيب عشان تتست الامكس يكون بتاعك في سايت اسمه امكس تول بوكس ماشي؟ ده بيقولك انت عندك امكس ويكرد ولا لا يعني ازاي مثلا انا اروح تشاري دومينم اسمه شرف دوت كوم وتبقى مع بعض انا عايز اعمل توريكورد و امكس ريكورد او ايه اذا حاضر حاضر احنا ايه باذن الله يومين ويبقى جاهز طبعا انا عشان اشك لان عندي امكس ريكورد اعمل ايه؟ اخش على سايت اسمه امكس تول بوكس دوت كوم واشك هل انا فعلا عندي امكس ريكورد ولا لا تبقى نبص عليه كده هفتح اليترنت هكتب فوق كده امكس انا عندي هاو في الهيستري بص بيقولك انت ايه؟ امكس لوكب بص على امكس ده طبعا مثلا نشوف كده مثلا امه اسمه اسمه ايه؟ مثلا newhorizons.com هل دول يهم امكسركورد ولا ملهمش بص هو ايه بشك لديهم امكسكورد اسمه ايه mail.global.frombridge.com برمي على ايه الا ايه 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 ده اوكي تعالى مثلا نبص على مين على microsoft.com ليه امكسورد لا ليه وبيرمي ادي الريكورد بيرمي على الاي بي ده وده بنسبالي امكسورد اوكي بسيط جدا ولزيز طيب يبقى خد بالك تاني انا هو بعيد قبل لما تيجي تعمل اكشينج لازم تكون شارده من ايه دفع حقه ولازم تكرد عليه اتن ريكورد ايه ريكورد تا هو ايه ريكورد ده ايه بيماب النام للاي بي ادرس ويل الامكسورد بيميك الميل فور ادومين جو تو سبيسيفك نايم هوست يعني ازا انا اول حاجة بقى بيه بشتري ايه ادومين نايم دفع حاجة نقول انه اسمه شرف دوتكم ما اعمل كريد ايه لإيه ريكورد اسمه mail.sharf.com برمي على من على الريال بتاعي اللي انا سستمع عليه ايه الميل حلو ويقول ان الريكورد ده هو بالنسبة لي المكس ريكورد بتاعي يعني الاكتشنج بتاعي يعني لو اي حد عايز يبعت ميل يبعت على مين؟ على ميل.شارت.كوم اللي هو الريال اللي فلاني ده بنسبة لي المكس ريكورد اوكي? وبرضو بكرت ايه؟ PTR ريكورد او pointer ريكورد او reverse DNS ماشي؟ ودي احنا شفناه بكتب هنا بكتب اسم domain name وبعرف هل لي ام اكس ريكورد ولا لا اوكي؟ طبعا بص معي كده دي حاجة لايف انا قلب لك كم صورة كده من سايت بتاع جودادي اوكي؟ ازاي تقدر ايه؟ تكاريت ايه ريكورد؟ انا شارك دومين اسمه ايه؟ شرف.com اوكي؟ هنا بيبلي ايه؟ لو عايز تعمل ايه ريكورد؟ بقول له ايه 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 انا عايز اعمل ايه؟ اسمه ايه؟ هقول له mail.sharef.com برمي على الريال اي بي على سبعة وتسعين مية وتلاتة متن وشتة مية وتلاتين واقول له اوكي هو كده هعمل لي ايه؟ حاجة لي ايه؟ اسمه mail.sharef.com بيرمي على الريال ده اخذ بالك وبعد ايه اقول له ايه؟ انا عايز اعمل ايه؟ ام اكس ريكورد اللي هو ايه؟ اد و ايه؟ مش شو على مين؟ مش شو على مين؟ اهو انتر جوز توزا ايه؟ يعني اي حاجة add.sharef.com هرمي على مين؟ على mail.sharef.com اللي هو مين؟ ارجعتاني يهو سبعة وتسعين مية وتلاتة متن وستة مية وتلاتين اوكي؟ خبالك ان انا انا كده انا معي ايه؟ معي ال control panel بتاعي اللي هو sharef.com انا مقدر اكاريت زي ما انا عايز record pdr اي حاجة انا عايز اعمله اوكي؟ وبكده احنا خلصنا الحلقة دي وكلمنا على SMTP send connector و SMTP receive connector وكلمنا على accept domains وانوح ايه اذا كانت consultative او internal relay او external relay وكلمنا برضو على ان انا لازم ابدأ اعمل اكتشينج لازم اشتري domain name ولازم اكاريت اكتب من record على على نفس السايت اللي انا شاري من عنده domain name اوكي؟ وشكرا شكرا شكرا